بعد مئة عام من الآن سنكون جميعا بإذن الله مع قاربنا وأصدقائنا تحت الأرض وسيكون مصيرنا الأبدي قد أصبح واضحا جليا أمام أعيننا وسيسكن بيوتنا وناس ورباء وسيؤدي أعمالنا ويمتلك ملاكنا أشخاص آخرون لن يتذكروا شيئا عنه فمن فينا الآن يخطر بباله أبو جده سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس أسماؤنا وأشكالنا سيطويها النسيان فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل أملاكنا وبيوتنا وأهلنا كل هذا ليس له جدوى أو نفع بعد مئة عام إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى تنقضي في طرفة عين وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسر